السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كرام أخوات فاضلات معكم أصاب صادق ما زلنا مسترمين معكم في كورس الذكاء الاصطناعي ووصلنا إلى تعريف بعض أنواع الذكاء الاصطناعي بناء على الفنكشناليتي أو الوظيفية التي تقوم بها هذه الأنواع المختلفة أول نوع من أدها اللي سميناه الرياكتف ماشينز التي هي المكائن المستجيبة التي تقوم بعمل ريكشن أو رتفعل هذا النوع من الأنواع الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي دونوت ستور ميموري يعني ليس فيها ذاكرة عن التجارب الماضية من أجل اتخاذ القرارات المستقبلية أي أنها فقط تعتمد على الحالة الآنية التي تقوم بها وطبعا يعني أغلب الأحيان تكون هي عبارة عن مودل نموذج يتم تطويره من خلال المشيل ليرنينج ديب ليرنينج رينفورسمنت ليرنينج أي نوع من أنواع الليرنينج المتعارف عليها تنتج النفد مودل نموذج هذا النموذج فقط وظيفة أنه يتعامل مع المدخلات الحالية ويعطي مخرجات حالية بدون الاعتماد على الحالات السابقة طبعا هذه المكائن أيضا مثل ما ذكرنا تركز فقط على السيناريوهات الحالية وتستجيب لها بناء على أفضل قرار ممكن بناء على التعليم السابق يعني لأنه هي مثل ما ذكرنا هي ليرنج مودل نموذج معلم سابقا من أنواع هذه الأنظمة أيضا أدلك يعتبر هو كمثال على الرياكتيف ماشينز المكائن المستجيبة أو التي تقوم برد فعل جوجل ألفا جو أيضا هو يعتبر مثال على الرياكتيف ماشينز هذه أيضا أمثلة على هذا النوع النوع الثاني اللي هو عنده المكائن أو الآلات التي تمتلك ذاكرة محدودة هذا طبعا المكان تستطيع خزن بعض التجارب السابقة وبعض البيانات لفترة قصيرة من الزمن من أجل أن تستفيد منها في اتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية هذا المكان أيضا تستطيع خزن بيانات مثل ما ذكرنا للمتد تايم بيريوت أولي لفترة محدودة قصيرة من الزمن من أمثلة هذه الأنواع من الذكاء الاصطناعي هو السيارات ذاتية القيادة حيث أنها تعتبر أفضل مثال لهذا النوع حيث أنها تستطيع خزن سرعة أو سرعات السيارات المجاورة المسافة بين السيارة الحالية والسيارات المجاورة سبيد لمت حدود السرعة الموجودة في إشارة معين بناء على فت قطع معينة أو ساين أو فت إشارة معينة قامت بمشاهدتها من خلال الكاميرات وبعض المعلومات الأخرى التي تستفيد منها في النافيكيشن يعني استطلاع الطريق والقيادة الذاتية النوع الثالث من النواع الذكاء الاصطناعي بناء على الكابابوليتيز أو الإمكانيات أو الفنكشناليتيز هو الثيري أوف ميند theory of mind هو بالحقيقة هدف الرئيسي من عنده should understand the human emotions يعني الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع فهم المشاعر البشرية والبشر والأتقادات والمعتقدات ويكون قادرا على التفاعل الاجتماعي مثل البشر هذا يعني أيضا نوع متطور يعتبر من نوع الذكاء الاصطناعي هذا النوع من المكائن are still not developed هذا النوع من المكائن لم يتم تطويره حتى الآن هي ما زالت فكرة بحثية ويعمل عليها الكثير من الباحثين والشركات والمصانع والمعامل حول العالم من أجل الوصول إلى هذا الشيء بحث أنه أنت تستطيع انتاج نظام هاردوير أو سوفتوير يستطيع فهم المشاعر البشرية يستطيع فهم البشر يستطيع فهم نظام المعتقدات الدينية والأخلاقية والثقافية ويستطيع التفاعل اجتماعيا مع البشر بشكل اجتماعي وبشكل سلس وطبيعي أيضا مثل ما ذكرنا هذا ما زال يحتاج الكثير من الجهود والتطوير والتحسين من أجل الوصول إلى هذا النوع من الأفكار النوع الآخر أيضا اللي هو يسمى self-awareness اللي هو المكائن الخاص بالذكاء الاصطناعي التي تمتلك وعي ذاتي طبعا self-awareness يعتبر هو مستقبل الذكاء الاصطناعي هذه المكائن ستكون يعني هي عبارة عن نوع من أنواع السوبر انتليجنت يعني خارقة الذكاء بحيث أنه سيكون لها ضميرها الخاص مشاعرها الخاصة ووعيها الخاص بنفسها وبذاتها بحيث أنه تبدأ تستطيع التفكير بأفكار وجودية حقيقية تشابه الأفكار الموجودة عند الإنسان طبعا وبالحقيقة يعني عندما تصل إلى هذا المستوى مع الإمكانيات الإلكترونية التي تمتلكها وعدم القابلية على النسيان وعدم القابلية على الخطأ عند ذلك ستكون هي بالحقيقة smarter than humans يعني أذكى من البشر طبعا الذكاء الاصطناعي اللي هو ذاتي الوعي الذاتي ذو الوعي الذاتي does not exist in reality غير موجود حاليا في الواقع ولكنه ما زال في الحقيقة hypothetical concept مفهوم افتراضي ما زال بعيد الأمد وربما يتطلب الكثير من السنين حتى نصل إلى هذا المستوى بعض الأعمال الموجودة في مستوى artificial narrow intelligence الذكاء الاصطناعي الضيق المثال الأول عليها هو ما يسمى بال IBM Watson هذا أيضا مثل ما ذكرنا برنامج هو بالحقيقة الأصل الأساسي له كان عبارة عن question answering computing system نظام حسابات وضيفت فقط الإجابة على الأسئلة طبعا هو بالحقيقة يطبق advanced natural language processing معالجة اللغات الطبيعية المتقدمة يستمع على الكلام من البشر يعالج البيانات أو الكلام الذي يستمع إليه يقوم بعملية information retrieval يسترجع المعلومات التي لها علاقة بهذا السؤال يقوم بعملية knowledge representation يقوم بتمثيل المعرفة بطريقة معينة كتابية أو صوتية أو فيديوية وautomated reasoning يعني يقوم بعملية التفكير الأوتوماتيكي وباستخدام machine learning وتقنياتها المختلفة من أجل الإجابة على الأسئلة في الحيز الذي يمتلكه من المعلومات يعني كمخطط عام لهذا النظام بالبداية عندك question سؤال يأتي من البشر أو من أي مكان يتم تحليل السؤال يتم عملية query هذا الاستعلام أو الاستبيان يتم عملية decomposition يتم تجزعته إلى كلمات كل هذه المعاتين راح تؤدي إلى ما يسمى hypothesis generation اللي هو توليد الفرضية أو الافتراض soft filtering الفلترة أو الترشيح يعني soft hypothesis and evidence scoring وهكذا طبعا synthesis trained models final merging and ranking وبعد ذلك يعطيك الانسر طبعا بالاستخدام الانسر sources والإفيدنس sources مصادر الأجوبة ومصادر الأدلة التي يستند إليها في إيجاد الجواب لهذه الأسئلة طبعا هذا مخطط بسيط يعني وهناك الكثير من التفاصيل لهذا الموضوع يعني موضوع مهم وما زال قيد التطوير ووصل إلى مراحل متقدمة ومتميزة جدا في هذا المجال المثال الآخر اللي هو عن Narrow Artificial Intelligence هو Apple Personal Assistant أو ما يسمى بالسيري سيري أيضا يعني تشتغل بتقنيات تقنيتين رئيسيتين اللي هم Speech Recognition تمييز الكلام و Natural Language Processing معالجة اللغات الطبيعية طبعا Speech Recognition يستخدمه فقط من أجل الاستماع على كلمات البشر والحديث اللي عندهم وعلى أساس هيقوم بالاستجابة هذا طبعا رح يقوم بتحويل Human Speech into Corresponding Textual Form يعني تحويل الكلام البشري إلى الصيغة النصية المقابلة بعد ذلك طبعا رح يحاول أنه يفتهم الشيء الذي تم قوله ويقوم بتحويل النص يعني يحاول طبعا يرسل إلى Apple Servers سيرفرات شركة Apple من أجل المعالجة الإضافية ويستخدم أيضا Natural Language Processing وخوارزمياتها المتعددة من أجل فهم هذا النص المكتوب وبالتالي محاولة الإجابة عليه أو تطبيق الأشياء المطلوبة من عنده لأنه Personal Digital Assistant يعني مساعد رقمي ممكن أنه يستخدم في بيئات Internet of Things Smart Homes Smart Environment بصور عامة هذا فد مثال بسيط على التركيب الخاص بالسيري من شركة Apple في الحقيقة بالبداية أنت تقوم بعملية كلام معين هذا رح يدخل على ما يسمى Automated Speech Recognition اللي هو التمييز الأوتوماتيكي للكلام مع ذلك رح يدخل على Natural Language Processing معالجة اللغات الطبيعية وبخوارزمياتها المختلفة بعد ذلك رح يدخل على Pattern Action Mapping تحويل ما بين Patterns الأنماط والفعاليات وهذه طبعا تستخدم Server Management أو Service Management إدارة الخدمات اللي تأتي ربما من السيرفرات اللي ممكن عن طريق الإيميل أو ال SMS أو المابس الوذر ستوكس إلى آخره هذه الأشياء اللي ممكن يسأل عنها البشر ويتجاوب عليها سيري اللي هي تأتي من يعني أما عن طريق Internal or External من سيرفرات أبل بعد ذلك رح يقوم بعملية Response Formulation تشكيل الاستجابة ثم بعد ذلك يقوم بتحويل الكلام الذي جاءه هنا Text to Speech من نصوص إلى كلام يقوم بأعطائه أو يعني إطلاقه كصوت يقوم باستماع يعني البشر يقوم بالاستماع إليه وتحصيل النتائج من هذا الموضوع أيضا هذا فدم خطط بسيط جدا للموضوع هناك تفاصيل كثيرة في هذا المجال وبحوث ودراسات مستمرة في هذا الموضوع هذه فقط يعني بعض الأمثلة على Narrow Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الضيق أو الويك الضعيف أو اللي هو المتد محدود اللي هو موجود عليه الكثير من الأمثلة هذه بعض المصادر اللي ثم استخدامها في هذا الشرح Thank you شكرا جزيلا للإصغاء والاستماع هذا الملف مثل ما ذكرنا إن شاء الله رح يكون موجود أسفل الفيديو في حق للدسكريبشن انتظرونا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة لإكمال الحديث عن أجزاء أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي وفروع المختلفة وأجزاء وتفاصيل وكذلك الroadmap اللي هو خارطة الطريق من أجل البدء في هذا المجال إن شاء الله للمهتمين والمختصين تحياتينا الجميع شكرا جزيلا ومع السلامة